الأخبار من الحدف الجيش الليبي يرحب بالسلطة التنفيذية الجديدة ويعد بمساعدتها وتسهيل مهامها حتى انتخابات ديسمبر تظاهرات حشدة في تونس بذكرى اغتيال بالعيد وحزباء العمال والمسار يحملان النهضة مسؤولية اغتياله العثور على نظارات الناشط لقمان سليم بعيدا عن سيارته ومطالباتهم بإعلان حزب الله مسؤولا عن الاغتيالات العملة السودانية تواجه اياما صعبة والتهاوي يشعل الاسعار والشارع ساعة مفصلة عبر شاشة الحدث أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إنما كنتم والبداية من ليبيا حيث أعلن الجيش الليبي مباركته لنتائج ملتقى الحوار السياسي في جينيف وأهن الجيش في بيان الرسمي الشخصيات المنتخبة للسلطة التنفيذية الجديدة مؤكدا العمل على مساعدتها وتسهيل مهامها حتى الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل ودع الجيش في بيانه جميع الأطراف للتكاتف لإنجاح خريطة الطريق إلى ذلك أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 في بيانها الختامي عملية البدي بإزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس تعلن اللجنة عملية البدأ الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بدأا من عشر فبراير 2021 تمهيدا لفتح الطريق الساحلي تعلن اللجنة بأن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي إلى ذلك ثمنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 جهود القادة الميدانيين في الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقع قبل ثلاثة أشهر مضيفة أن الجهود هيئة الأجواء لتشكيل السلطة التنفيذية كما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا تم للجنة العسكرية المشتركة التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 والذي هيئ الظروف والأجواء المناسبة لمزيدا من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل حكومة مجلس رئاسي وتسميت رئيس حكومة وحدة وطنية تؤكد اللجنة على تنفيذ بنوت وأحكام وقف إطلاق النار الموقع بثاريخ 23 أكتوبر 2020 وتصر على المضيئ قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا وتكرر اللجنة مطالبها لمجلس الأمن ودول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعة لها المقاتلين الأجانب والمرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية هذا واشترطت الحكومة الليبية المؤقتة اعتمادا للحكومة الجديدة من مجلس النواب مجتمعا وبشكل قانوني كي تسلم لها جميع الوزارات وقالت في بيان الرسمي أنها مستمرة في أداء مهامها المنوطة بها وفقا للقانون الليبي وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب إلى ذلك أشاد نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الليبية عبد السلام البدري بالخطوة نحو الوحدة بين الليبيين ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح ودع البدري من وصفهم بالمحتلين من جميع دول العالم لمغادرة التراب الليبي على الفور لا ننسى أن هناك جزء من التراب الليبي عليه قوات أجنبية وعليه محتلين من كل أطياف الأرض جميع مخابرات العالم زايد مرتزقا من جميع نحاء العالم هنا وهناك وعلينا أن نتخلص منهم وهذه مهمة سوف لن تكون مهمة أستاذ الحميد سهلة ما لم يتعرض معه الجميع وما لم يقف معه الجميع من القهرة ينضم لنا أستاذ محمد الأسمر الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد أستاذ محمد وخلال هذه الساعة ربما المناقشة الآن تدور حول الجيش الليبي وما هي مواقفه الجادة الآن في استلام هذا المسار وهي مهمة صعبة في توقيت ليبيا تمر به وبحاجة إلى تكاتف الجميع وعد بمساعدته تسهيل مهام السلطة التنفيذية الجديدة حتى انتخابات ديسمبر والكثير من المواقف كيف تقيم ذلك؟ ألا وسهلا مرحبا حياكم الله أولا قوات مسلحة عندما قدمت مجموعة من المبادرات منذ الالتزام بوقف اطلاق النار الأول والثاني والأخير الذي كان في التامر من شهر يونيو قبل أن تذهب حتى ما يسمى بالوفاق إلى ذلك هيئة مناخا عاما نتج عنه كل هذه المسارات سواء الاقتصادية أو السياسية وطبعا الوضع العسكري الأمني وبالتالي قوات مسلحة هي داعم كبير لهذه المجهودات ولم نكن لنصل إلى هذه المرحلة لو لا أنت قامت بتوفير مجموعة من السبل لذلك شهدنا جميعا بعد ذلك عندما اجتمعت لجنة 5Z5 تحديدا في الغردقة في 28 من شهر سبتمبر تم اطلاق حزمة من الإجراءات بفتح الأجواء بين الشرق والغرب والعمل على تسليم الأسرة والذين تم القبض عليهم على الهوية والانتماء العقدي أو السياسي عموما وعلى كل حال أن أمام القوات المسلحة الحقيقة مهمة ليست مناطبة هي فقط فلنعترف جميعا أن مخرجات 23 من أكتوبر في جينيفا المتعلقة بتثبيت وقف طاق النار وخروج القوة المرتزقة من كامل تراب الليبي وكذلك حصر وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها هي لم تنجح ولكن هذا الإخفاق ليس مناطبها لأن النقاط هي مناطبة بالقوة الدولية المجتمع الدولي مجلس الأمن الضابط الراعي لذلك لم يقم بتنفيذ ما يجب عليه حيال لذلك أن البند الأخير من اتفاق جينيفا الذي أشار بيان اللجنة اليوم ارتكازه على الحوارات عليه بطبيعة الحال كان يطلب من مجلس الأمن إصدار قرار يلزم كافة الأطراف بالتزام بحدفير البنود بند مهم خروج المرتزقة إلى حد الآن لازال عليه خلاف في يوم الأمس واليوم لم يتم التوافق على آليات الخروج الجانب الذي تواجد به القوات التركية لم يقدم بيانا للآلية رغم أن الفترة قد انقضت منذ الثالث والعشرون من يناير هذا من جهة ما هو سبب غموض هذه النقطة تحديدا؟ أن الأمم المتحدة قد غموض هذه النقطة تحديدا وهو ملفها جدا ربما يكون ركيزا أساسيا بحل الأزمة أو عدم استيضاح ما هو اللبس في ذلك هو الحقيقة المجتمع الدولي يشتغل بتوازنات تهم الدول الكبرى عندما تحدثت بريطانيا عبر سفيرها في ليبيا منذ عشرة أيام بوجوب خروج القوة التركية ردت الولايات المتحدة مرضفتها للتركية والروسية هناك رتم للتوازن تقوده الآن الولايات المتحدة والدول ذات المصالح المتشابكة والمعقدة في ليبيا كان بالإمكان فورا انتهاء لقاء جينيف وقبل انعقاد اغدامس بعده في الثاني من نوفمبر إصدار قرار بذلك بناء على الفقرة الثانية عشر ستيفاني حتى تلولة الأمم المتحدة على ذلك لم يصدر هذا القرار ونأتي حتى في اجتماع اليوم قد تضمن ألية عمل لجنة المراقبين الدوليين التي تعني بوقف اطلاق النار والحرص على تنفيذ كافة مخرجات برلين وبنود اتفاق جينيف ولكن للأسف الشديد أن مجلس الأمن قد خاطب منذ أربعة أيام الأمين العام فيما يتعلق بالبعتة بأعداد تقرير مفصل عن ألية عملها وكيفية تواجدها وتوزيع المهام في فترة 45 يوما ثم بعد ذلك يجيزها المجلس وتبتدئ بتنفيذ مهامها فترة 45 يوما تتجاوز الفترة التي يمكن أن يقدم بها رئيس الحكومة الجديد تشكيلته الوزرية وتقديمه لمجلس النواب والوقت ضيق جدا ويدهم الليبيون الذين أصبحوا بأمس الحاجة إلى فكل هذه المختنقات والذهاب باتجاه الاستقار والأمن والتنمية إذن الإخفاقات بالكامل غير مناطة باللجنة هناك فعلا إخفاقات نحددها في جانب الوفاق عندما أعلن وزير الدفاع في الوفاق بأن هذه الاتفاقية لا تمس الأتراك ولا من الناحية التدريبية أو الناحية العسكرية الموجودة وتمديد أعلن عنه البرلمان التركي بتوجده في ليبيا لمدة 18 شهرا أخرى انطلاقا من يوم الثالثة والعشرون من ديسمبر بما أعلنه البرلمان لم يتم من مجلس الأمن أو البعتة حتى طلب من تركيا إحاطة وتوضيح مهية هذه القوة ومهامها وآلياتها وأماكن تواجدها وبالتالي فأن عقبة مهمة وهي كأداء ستواجه العملية المقبلة في السلطة التمهيدية الجديدة تتعلق حتى بأماكن تواجدها في المنطقة المحددة في سرط وفقا ما تم تداوله قبيل صدور خارط الطريق في نوفمبر الماضي كل هذه الملاحظات الحقيقة قد تؤخر وتعرقل من الوصول إلى نتائج دامة ولنلاحظ جميعا أن الليبيون كلهم يأملون أن تتم العملية بأكملها غير منقوصة وصولا إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والتنفيذية في المدة المحددة أي خلط يطر على ذلك خاصة في الجدول الزمنية سنتجه إلى عواقب لا تحمد عقبها إطلاق الشكر الجزيل لك على هذا الإضاحة كنت معنا من القاهرة أستاذ محمد الأسمر البحث السياسي والاستراتيجي اللي بيشكر لك بثت قناة حكومية روسية لقطات مصورة قالت أنها توثق لحظات حضور دبلوماسينا من السويد وبولندا وألمانيا طردتهم موسكو بسبب حضورهم احتجاجات غير مرخصة لها في روسيا موسيقى 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 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 من تنظيم داعش في قصف روسي على منطقة البادية السورية المرصد أشار إلى تنفيذ طائرات حربية روسية لأكثر من 130 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مؤشر على سعي إيران الحتيث للحصول على السلاح النووي لا بل البدء بالعمل عليه أكد ثلاثة دبلوماسين للصحيفة Wall Street Journal عثور مفتشين أمميين على أثار مواد مشعة في موقعين بإيران ما يشير إلى محاولة طهران امتلاك أسلحة نووية إلا أن الدبلوماسين أوضحوا أنهم لا يعرفون بالضبط طبيعة ما تم العثور عليه إلا أن الوكالة لم تستبعد استخدام مواد من هذا العمل النووي في الأونة الأخيرة من جهته شدد رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن على أن اكتشاف المواد المشعة يؤكد امتلاك إيران بالفعل لمواد النووية غير معلنة رغم نفيها يذكر أن الوكالة طلبت أو طلبت بالوصول إلى الموقعين في يناير 2020 لكن طلبها قوبل بالرفض مرارا إلا أن اتفاقا عقده المدير العام للوكالة رافايل جروسي مع طهران في أغسطس مكن المفتشين من أخذ عينات من الموقعين وأكدت دبلوماسيون أن الوكالة لم تعلم الدول الأعضاء بعد بآخر نتائج منتظرة تقديم إيران لتفسير واقعي لوجود جزيئات اليورانيوم في الأثناء تبحث إدارة بايدن مع الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني كيفية تمرير مساعدات إنسانية لطهران لمواجهة أزمة كورونا دون رفع العقوبات الساحقة والتي تشمل مبيعات النفط وذلك بحسب ما ذكرته بلومبرغ تخفيف حدة الوجع المالي الإيراني على طاولة مباحثات الإدارة الأمريكية الجديدة أما تبرير الخطوة فيلبس طابعا إنسانيا للمساعدة بأزمة كورونا وفق بلومبرغ الخيارات التي تناقشها إدارة بايدن تشمل تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي لإقراض تهران لا سيما أن العقوبات حالت دون وصول المساعدات الدولية الخاصة لمواجهة الوباء وفي خانة الخيارات إمكانية توقيع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي ينقض قرار سلفه بالانسحاب من الاتفاق النووي واستستبعاد وزير الخارجية الأمريكي لعودة بلاده الكاملة للاتفاق قبل عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل المشتركة وبحسب خبراء فإن إحدى الخطوات الحذرة قد تكون بإصدار وزارة الخزانة ترخيص تسمح بالتجارة المحدودة مع إيران أو تقديم دمانات بعدم تأثر التجارة عبر قناة إنستيكس التي أنشأتها الدول الأوروبية دراسة هذه الخيارات ليست داخل أروقة البيت الأبيض فحسب بل إن مباحثات أمريكية أوروبية جارية في هذا الصدد حول إجراءات فورية واقعية يمكن اتخاذها لمنح إيران إغاثة ملموسة مطالب إيران الرئيسية تتمثل بإزالة القيود المعوقة لقدرتها على بيع النفط وهو أمر غير مطروح بجدية لدى الجانب الأمريكي كما أن أي تخفيف للعقوبات حتى لأسباب إنسانية مصيره الفشل لأنه سيصطدم بتصنيف ترامب للبنك المركزي الإيراني كمنظمة داعمة للإرهاب وفي وقت تتم مناقشة كافية تمرير المساعدة الإنسانية لإيران يتخوف البعض من أن تخفيف العقوبات بأي طريقة قد يتيح بمصدر الضغط الرئيسي على إيران غير أن الخطوتين على ارتباط وثيق لسيما أن طهران متمسكة باتخاذ واشنطن للخطوة الأولى نشرتنا مستمرة وفع بعض الفاصل مطالبات بتسمية ميليشيا حزب الله بالإسم في مسؤوليتها عن الاختيالات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد وإلى لبنان وفي جديد التحقيقات في اختيال الناشط السياسي لبناني المعارض لإمليشيا حزب الله لقمان سليم عثرت القوى الأمنية على نظارات سليم في المكان الذي وجد فيه هاتفه الخلوي يوم الخميس هذا وعلم أن التحقيقات تركز على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة التي اختطف منها وصولا إلى المكان الذي وجدت فيه جثته من بيروت تنظم إلينا ناهد يوسف زميلة ناهد يوسف مرسلات الحداث أهلا ومرحبا بك ناهد ناهد ما زالت الكثير من الحقائق تكشف ويبدو أن هناك الكثير أيضا من الغموض حول كيف قتل لماذا هاتفه ونظارته الآن بعيدة عن مكان استشهادة نعم أسماء لا تزال التحقيقات جارية في جريمة اغتيال لقمان سليم ولكن بالنسبة لموضوع إيجاد القوى الأمنية لنظارته اليوم بالقرب من هاتفه تواصلنا مع مصدر أمني الذي قال للحدث أن هذا الموضوع ليس بالكبير أن النظارات وجدت قبل يومين وليست اليوم ولكن اليوم تم تسريب هذا الخبر إلى أحدى وسائل الإعلام ولكنه وجد منذ يومين وقال أنه كان منذ اليوم الأول في المكان إلى جانب الهاتف ولكن عندما تم إيجاد الهاتف لم يتم التحقق من كامل البقعة التي وجد فيها الهاتف فكانت النظارة بجانبه ولكن لم يتم الانتباه إليها وكان تم إيجادها منذ يومين لذلك ليس هو بالأمر الجديد بالنسبة لمسار التحقيقات إن كان يدل على شيء ربما وفي التحليلات أنه عندما تم اختطاف لقمان سليم تم رمي هاتفه ومقتنياته الشخصية أو إن كانت وقعت النظارة منه خلال عملية اختطافه طبعا هذه كلها تندرج في سياق التحليلات ولكنه ليس بالموضوع الجديد أما بالنسبة لكاميرات المراقبة التي يعول عليها لمعرفة مسار سلوك سيارة لقمان أو الذين قاموا باغتياله قال المصدر أن المشكلة تكمن أن تلك المنطقة ليست فيها كاميرات مراقبة كثيرة هناك ندرة في الكاميرات بالطبيعة الحال هي منطقة تتبع لنفوذ حزب الله وهو أمر قد يصعب قليلا التحقيقات لندرة كاميرات المراقبة فيها وقال إن هذه حتما هي جريمة قتل ولكن التحقيقات أو كشف الفاعلين قد يتطلب أياما حتى أو وقتا أطول حتى ظهور حقيقة وكشفهية قاتلي لقمان سليم في هذا الوقت طبعا لا تزال التحقيقات جارية على قدم وساق العائلة حتى الساعة لم تتبلغ أي معلومات حول مسار التحقيقات هي لا تزال بانتظار صدور التقرير الشرعي طبيب الشرعي بعد أن كانت حولت أو طلبت أن تأخذ الجثمان بعد صدور أول تقرير شرعي لطبيب آخر ليبنى على الشيء مقتضى حتى يعني موعد تشيع لقمان سليم لم تحدده العائلة بعد بانتظار الانتهاء من كل هذه المجريات نعم ناهد يعني الجديد في هذه الوقفة كيف وصل الصوت وما مدى التفاعل معها من الداخل اللبناني خاصة وأنه يبدو أن هناك رسائل تهديد كثيرة وسريعا إذا سمحت لي نعم اليوم كانت الوقفة بدعوة من عدد من الإعلاميين والنشطين وصحفيين وحتى مجموعات من الحراك المدني تداعوا رفضا وإدانة لعملية اغتيال لقمان سليم كنا سحدثنا إلى الكثيرين حول المخاوف أو التهديدات التي تطلق قالوا أن وجودنا اليوم في هذه الساحة هو أكبر دليل على أننا لن نخاف من هذه التهديدات خصوصا أن التهديدات باتت جدية بالنسبة لكل معارض لحزب الله قالوا أن سياسة كم الأنفواه لن تتحقق هذا الهدف من قتل سليم هو إسكاتنا جميعا وهذا الهدف لن يتحقق لذلك هم مصرون على الاستمرار بكلمتهم الحرة وبقول الأشياء وبتسمية الأشياء بأسمائها لن يخافوا هذا كان أكبر دليل على حضورهم وكانت كلمات طبعا شددت أو طلبت من جامعة دول عربية والأمم المتحدة حماية اللبنانيين ضد هذه الحركات القمعية وطلبوا باستعادة الدولة المخطوفة شكرا جزيلا لك ناهد على هذه المعلومات شكرا وسلامة للجميع شكرا لك طالب تجمع إعلاميون من أجل الحرية الأمم المتحدة والجامعة العربية بحماية اللبنانيين أنا لجامعة الدول العربية ودولها ولمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها أن تؤمن السبل والوسائل لحماية اللبنانيين من التداعيات الكارثية التي يحدثها السلوك الإجرامي لمنظومة الفشل والفساد والارتهان للخارج وذلك عبر تطبيق تصفية دموية يتعرض لها سوار لبنان وقياداته الجديدة وعبر سيادة ممارسات الجريمة المنظمة إن إدانة هذه المنظومة وممارسة أقصى الضغوط عليها ومحاصرتها سيكون عونا لشعب لبنان في معركته العادلة والمشروعة وأن أي انفتاح من المجتمع الدولي على المنظومة ستترجمه رخصة لها لممارسة القمع والترهيب والقتل بحق كل اللبنانيين هاي بداية انطلاقة جديدة بتذكرني بالألفين وخمسة بالألفين وخمسة اغتيال ودم رفيق الحريري ظهر السوري باعتقد هاي المرة مش رح يكون دم لقمان هدار لأنه بالمنطق يعني بالمنطق إذا براجع تاريخ إذا براجع بروديل بقلنا أنه أي حدث سياسي أي مرحلة سياسية أي حزب أي حكم فيه إلو وقت فيه إلو زمن زمن متوسط أربعين خمسين سنة مش أكتر من هيك بالتالي إيران وحزب الله خلص وقتهم ما ممكن اليوم يصير في حماية للرأي الحر بلبنان بعد قضية لقمان سليمان إلا ما يتم استدعاء أشخاص بالاسم بقيادة حزب الله إذا مش الأمين العام لحزب الله بده يستدعاء بده يستدعاء ابنه اللي نشر تغييدة مشبوهة بده يستدعاء مسؤول الأمن بحزب الله بنه نباطية وأيضا بده يستدعاء إما نبيه بري أو مسؤول الأمن لحركة أمل بنه نباطية لسبب بسيط جدا أن القتيل سمى الأشخاص اللي هن مسؤولين عن تهديدات بالقتل من قبل سنة من مقتل ومن دون ما يتحرك أي جهاز لقضاء ولأمن بالبلد مات لقمان سليم من قتل لقمان سليم هلأ وغتيل لقمان سليم بمنطقة تتبع بنطاقة الأمنة لحزب الله ولحركة أمل ما بقى يكفي لا استنكار ولا اعتراض ولا شي من هالنوع نحن اليوم جايين نقول أنه نحن مكملة مع السورة مكملة هذا الوضع ما بقى مقبول البلد المخطوف ما بقى فينا نستمر فيه ولن نقبل نستمر فيه يعني لابدون يقتلوننا كلنا بيجربوا يعني ما بقى عنا كتير خيارات الأكيد أنه ما رح نسمح للخوف أنه يتسلل عقلوبنا والأكيد أنه نحن مصرين صوتنا ينتصر على كواتم الصوت مهما اقتالوا ومهما فعل بدون يفهموا الكلب نحن بلبنان مش بإيران قولوا حزب الله هو قتل سمير عزير قولوا حزب الله هو اللي قتل لقمان احتلال اليهاني وحزب الله قتل لقمان مين قتل سمير عزير مين اللي قتل سمير عزير حزب الله قتل سمير عزير مين اللي قتل اليوم لقمان مين مش حزب الله اللي قتل لقمان مين اللي قتل كل شهدينه مين اللي قتل كل البنين حزب الله هو اللي قتله وكانت مصادر أفادت للحدث بتلقي شخصيات لبنانية وقيادات حزبية تحذيرات من استئناف الاختيالات التي قد تطال خاصة المعارضين لميليشيا حزب الله رجل دين مطلع في دولة أقليمية أبلغ الشخصيات اللبنانية أن تفجيرات واختيالات سيشهدها لبنان والمنطقة مع فوز الرئيس الأمريكي وأن على الجميع الحذر خوفا من الفتنة الكاتب السياسي علي الأمين والمعارض لحزب الله لم يستبعد أن يكون اختيال الناشط السياسي لقمان سليم حلقة أولى ضمن مسلسل هذه الاختيالات أما الناشطة السياسية منافياض فقد رأت في اختيال سليم رسالتين الأولى لكل فريق سيادي يريد تحرير لبنان من إيران والثانية للمجتمع الدولي مفادها بأن أي تفاوض بالملف اللبناني يجب أن يتم مع طهران مباشرة الوزيرة اللبنانية السابقة ميا شديا قرأت في حوار مع الحدث أن ميليشيا حزب الله لا تحترم وجود كيان لبنان وتعتبره تابعا لما يسمى ولاية الفقه لا يحترمون وجود وكيان لبنان فهم لازالوا يعتبرون لبنان وإذا أردنا العودة إلى التسجيلات منذ السمانيات لسيد حسن نصر الله وكل هذا الحزب وثورا إلى اليوم لبنان هو تابع للدولة الإسلامية التابعة لولاية الفقه ليس له أهمية وليس له وجود وأهميته فيما يخدم هذه المصلحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي موقف لافت يشير إلى محاولات التملص من الأزمات في لبنان والإشارة إلى خلافات مع حليفة حزب الله اعتبر التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية برئاسة جبران بسيل أن ذكرى تفاهم مار ماخيل بين التيار وحزب الله مناسبة للتمعن في هذا التفاهم واعتبر بيان التيار أن هذا التفاهم لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون مشيرا إلى أن تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح أفاق وأمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدوى وقال بيان التيار أن الحاجة للتفاهم بينه وبين حزب الله تتنافى ما لم أو تنتفي ما لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة إلى السودان حيث واصل الجنيه السوداني فقد قيمته أمام الدولار والعملات الصعبة إذ وصل سعره اليوم السبت إلى 370 جنيه في الأسواق الموازية وسط معالجات ضعيفة تقوم بها الحكومة السودانية عنوين الجنيه السوداني؟ نعم إذن نتابع يخرج المواطنون من هذه الأسواق وهم في حيرة من أمرهم إذ يتفاجأون يوميا بازدياد أسعار السلع نتيجة ارتفاع صرف الدولار خلال أسبوعين فقد الجنيه ما يقارب 40% من قيمته في تعاملات الأسواق السوداء وسط صمت الرسمي غريب ما أدى إلى إرباك في النشاط الاقتصادي وتذمر شعبي الأزعار فلتت وما في رغيب وما في دولة وين المزولين وين الضباط الأزعار ما في شيء يحصل في السودان أصلا منطقية يعني أنت بتنوم بمية جنيه بتصحب بميتان بتنوم بميتان وخمسين بتصحب تلتمية وخمسين والله زيادات مفاجئة يعني أنا بعض المرات فيه شركاء يبدو القوليب يزيدوا في الساعة عادي عشرة في المية عشرين في المية ما تكرت أقوله شنا؟ الزبون بيقى أقول لك أنت حرام عاديل هذه الصور وسط العاصمة الخرطوم تؤكد أن تعاملات صغار التجار وكبارهم تتم في العلن رغم مخالفتها قانون التعامل بالنقد الأجنبي إذ امتنعت البنوك والصرافات عن بيع الدولار والعملات الأجنبية للمواطنين المحتاجين إليها الدولة لم تفعل شيء لا في قضية المختلفين ولا في قضية إنشاء برصة للزهب بالتالي ظلت آمال حكومة الفترة الانتغالية معلقة على المجتمع الدولي وعلى الخارج وهذا ما أدى إلى أن يشهد الاغصال السوداني تدهور غير مسبوع آثار ارتفاع سعر صرف الدولار شملت قطاعات عديدة ضعف القدرة على شراء الدواء والقمح والوقود وانقطاع التيار الكهربائي طلبنا كمية كبيرة من المعدات ومن القطاع الغيار وختيناه جدولناه وطلبناها من الدولة لتوفر لها العملة الصعبة للأسهم الكلام دا ما تمه ما تميته في العملة الصعبة أعباء إضافية ثقيلة يدفعها المواطن السوداني وسط معالجات ضعيفة أو شبه معدومة للحد من الارتفاع اليومي لأسعار العملات الأجنبية لنا يعقوب الحدث الخرطوم من الخرطوم ينضم لنا الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أهلا ومرحبا بك دكتور محمد دكتور محمد أهلا بك مرحبا بغلاة الحرز وكل المتابعين شكرا جزيلا دكتور محمد هل وصل بالفعل الجنيه السوداني إلى مرحلة الانهيار أم على شفى الانهيار خاصة أنه يقع كل ذلك على عاتق المواطن السوداني وبالتالي المعالجات ضعيفة جدا يعني تقييمك لهذا الرقم الذي وصل بالعملة الأجنبية أمام الجنيه السوداني بالتأكيد سعر الصرف الآن وصل مرحلة الانهيار وهو تزايد بمعدلات كبيرة جدا باعتبار أن سياسات الدولة هي التي شجعت على ذلك معلوم أنه منذ انفصال جنوب السودان في منتصف العام 2011 وحتى يوما هذا ظل السوق الموازي هو المتحكم الرئيسي في سعر الصرف بالعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وظل بنك السودان طيلة هذه الفترة حوالي عشر سنوات لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يترخل لعدم وجود احتياط مقدر بنقد الأجنبي يمكن من إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة فضلا عن أن الدولة اتخذت عدة سياسات أدت لهذه المشكلة منها سياسة ترخل لشراء عملات من السوق الموازي وهذا أعلن نائب رئيس الميس السيادي حينما تحدث أن دفع التعاوضات الخاصة بسفرتين الأوليوبيو دار السلام للضحاء الأمريكان رغم أن السودان ليست طلب في هذا الأمر جمعت من السوق الموازي وأدت لزيادة الدولار من 140 في تلك الفترة إلى 240 هذه 100 جنيه في الدولار يدفع تمام المواطن السوداني ثم جاءت قفزة أخرى بسبب أن الدولة منحت شركات استيراد المحروقات البنزين والجازولين ومنحت هذه الشركات أن تذهب للحصول على النقد الأجنبي وذي بشكل ضغط على الدولار وبتأدي لتنهور العمضة الوطنية ثم تأتي لتحاسب الدولة والمواطن بالأسعار الجديدة وبسعر الصرف الجديد فضلا عن أنها تؤثر على المواطن في كل السلع السلاطية الأخرى دي كلها سياسات للدولة لم تمكن من تحسين مستوى الاقتصاد أو مستوى سعر الصرف طيب المواطن العادي الآن دكتور محمد وأعتذر على المقاطعة المواطن العادي الآن يشاهد كم من الانفراجات على المستوى السياسي والاقتصادي بالنسبة للسودان يعني إذا ما تحدثنا على أنه رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب التحدث على أنه هناك تعاون الآن اقتصادي دون قيد أو شرط يعني لابد أن يكون له انعكاس بالتأكيد هذه انفراج كبيرة جدا بالنسبة لرفع اسم السودان من قائمة الدولة الرعية للرهاب وهذا الأمر ده مناخ إيجابي إقليميا ودوليا تجاه السودان ولكن هذا الأمر يتوقف على قدرة حكومة الفترة الانتغالية والآن لا تجد حكومة حكومة مكلفة حتى الآن ولا تجد تشكيل حكومة الجديدة هناك خلافات حتى الآن لم يعلن عن التشكيل الجديد ربما يعلن يوم الاستين أو السلساء وهذا يتوقف على قدرة الحكومة في توظيف هذا المناخ الجيد الإقليمي والدولة لها السودان لمصلحة المواطنة السودانية لمصلحة للقصار السوداني كما ذكرت هناك انفراجة في التعاملات المصرفية مع كل المصارب على مستوى العالم وهذا الأمر يفترض أن يعكس إيجابا ولكن هذا الأمر يصطدم بسياسات الدولة التي رفعت المحروقات ورفعت الدواء ورفعت أسعار الخبز ورفعت الكهرباء ورفعت المياه وكل هذه القرارات يدفع تمنى المواطن السوداني علم بأن مستوى الفقر الآن يطرح ما بين 60 إلى 80% ومعدل بطالة أكثر من 40% لا يعقل أن تنفي السياسة التحريق الصادية كاملة في ظل كوضع السودان في الوضع الرهيب يعني كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الوعاء المالي بالنسبة للسودان هل يحتاج وقت طويل لانعكاسات مباشرة الآن خاصة نحن نتحدث أنه رفعت دعم بالفعل عن أسعار سلع أساسية ومتطلبات أساسية لحياة المواطن السوداني يمكن أن لا يحتاج وقت طويل إذا تم تشكيل حكومة كفاءات لديها قدرات وإمكانات عالية استلمت الملف الاقتصادي وعملت فيه بمهنية عالية وعالت النظر في مجمل السياسات الاقتصادية التي نفذت خلال الفترة الماضية بما فيها موازنة العام 2021 وهي موازنة مترخمة جدا ويصعب تنفيذها بصورة ميسرة إذا حدث ذلك يمكن معالجة في المدى القصير خاصة إذا استفدنا من إمكانات وقدرات السودان الطبيعية يمكن توظيف ذلك من قطاع المختاربين والزهب لمصلحة الاخصار السوداني لتحقيق الاستغرار في المدى القصير ثم الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاستغرار في المدى المتوسط والبعيد أما إذا استمرت الدولة وأقبلت على خطوة أنا أعتبر خطوة خطرة جدا تلمح إليها وزيرة المالية المكلفة الآن أنها تريد تحرير وتحيص سعر الصرط ولكنها تنتظر الوقت المناسب لإعلان هذا الأمر ولعل هذه آخر خطوة في استفاء رشدت السندوق النقد الدولي وهذه الخطوة إذا لم يتوفر للبلاد إذا لم يتوفر للبلاد 4 إلى 5 مليار دولار احتياطي لدى منك السودان المركزي ستكون خطوة انتحارية سيكون لديها أسار سالبة على الإقصار السوداني وسؤثر على مجمل أوضاع الإقصارية في السودان إلا إذا الدولة احتكمت على هذا المبلغ يمكن أن تدير السياسة النقدية بكفاءة عالية ويمكن أن تحرس سعر الصرط دون أسر على المواطن البسيط هل هناك عود بمساعدة السودان الآن ماليا ربما للخروج من هذه الأزمة خاصة وحضرتك أشرت إلى نقاط أساسية وهمة جدا للأسف الشديد حتى الآن لم يتم تجاوب من المجتمع الدولي ولو عود شركاء السودان فقط الولايات التحدة الأمريكية التزمت بمليار دولار وهذا المليار لم يكن مبلغ سيولا يدخل لبنك السودان ولكن هذا المليار يدخل لحساب السودان لدى البنك الدولي كتنشيط للحساب حتى يستطيع السودان أن يجدول ديونه لهذه المؤسسة وأن يبدأ الاستفادة من القروض والمنح ولكن في اعتقادي السودان وقع على برنامج مراقبة من قبل صندوق النقد الدولي ينتهي في يونيو القادم ولا أعتقد أن صندوق النقد الدولي سيمنح السودان إلا ما بعد شهر يونيو القادم وهذه الفترة ستكون صعبة جدا على الصالة السوداني إذا واصلت الدولة في تنفيذ سياساتها المقترحة شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح كنت معنا من الخرطوم الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا دكتور أفادت مصادر الحدث بأن الرئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو اتخذ إجراءات قانونية بحق عضو لجنة إزالة التمكين في السودان صلاح منع أسفرت عن توقيفه وذلك بعد اتهامه كل من البرهان ودقلو بإطلاق صراحه زوجة عمر البشير وداد بابكر واعتقلت قوة تابعة للشرطة الأمنية منع في مكتبه أو من مكتبه في مقر لجنة إزالة التمكين وأحالته إلى نيابة أمن الدولة لجنة التفكيق قالت أن منع يواجه مواد من القانون الجنائي تتصل بإشانة السمعة وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية والإساءة والسباب ووصفت التهم بالفضفاضة مؤكدا أنها تحتفظ بموقفها أو مواقفها من النائب العام حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة المفسدين نشرتنا مستمرة وفي بعض الفاصل تظاهرات حاشدة في تونس للمطالبة بالكشف عن قتلة شكري بالعيد في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في صرف السوداء الدولار يضرب أرقاما قياسية في التهام العملة اللبنانية هنا خلفي هناك مصرف تم أحراقه هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي الثورة باتجاهه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية سيصروا بما المحتجون على موضوع فعالفرق في لبنان هل الحكومة تسير في واد والاحتجاجات في واد آخر؟ المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها؟ الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل، لماذا تكسير؟ ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج؟ لن نسكت عن تحميلنا وزراء سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياح صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة أهلا بكم الجديد وإلى تونس حيث خرجت مسيرة تونسية حاشدة إلى شارع الحبيب برقيبة في العاصمة إحياء للذكرى الثامنة لاختيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بالعيد وتأتي التظاهرات تزامناً مع خلافات بين الرئاسات التونسية العاصفة بالبلاد وطالب المتظاهرون بالحسم في الكشف والإعلان عن قاتل بلعيد منددين بالأوضاع المعيشية الهشة التي تعيشها البلاد هذا وحمل حزب العمال والمسار حركة النهضة مسؤولية اختيال بلعيد فيما ردت النهضة على الاتهامات بأن جهات استخباراتية كانت تحرك بلعيد اشتركوا في القناة من تونس ينضم إلينا أستاذ عبدالستار المسعودي المحامي والناشط السياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ عبدالستار أستاذ عبدالستار تناولنا هذه الجموع الحاشدة وتناولنا عبر شاشة الحدث لمدة ساعتين متواصلة قضية أنه ما زال حتى اللحظة لم يكشف ونحن في الذكرى الثامنة الآن يعتبر وقت طويل مر وتبادل الاتهامات ما بين الاتحاد العام للشغل وما وصفه بأن حركة النهضة هي المسؤولة عن هذا الاغتيال وبالتالي تأخر القضاء في البت في هذه المهمة فعلا الآن الشعب التونسي نجم أقول الآن يحيي هذه الذكرى واعتقد البعض وخاصة الحركة الإسلامية مرشدة الجماعة النهضة أنه عملوا على أن يكون الوقت هو الكفيل لإدفاء شمعة القضية شكري بالعيد وكما يقال بالفرنسية أن تخديم الساعة هو الكفيل لتجاوز القضية لكن القضية الآن بعد ثمانية سنوات لم تنتفق بل بالعكس بأن شرارة أخرى خرجت الآن للشارع والشارع رأيناه اليوم وكنت في هذه المظاهرة بالرغم من أن الأمن كان كثيف وكثيف جدا بآلياته المعززة الجديدة وأغلق جميع المنافذ المؤدية إلى شارع الرمز لحبيب بورجيبة لكن كانت هناك أصر الجميع والعديد وخاصة الشبان أن ينزلوا إلى شارع حبيب بورجيبة ويتظهرون ويرفعونها كنت أستمع وستمعتم كذلك إلى شعارات ضد النهضة وضد السلطة وضد القمع وضد ولبيان حقيقة معناها الاستشهاد الرفيق شكري بالعيد وأعتقد أن هذه القضية من ناحية السياسية لم تموت ولن تموت لأن كما تشاهدون هذا معناها هناك شعب لا زال في متواصل مع روح شكري بالعيد وشكري بالعيد لم تجسدا لكن لم يموت معناها روحا وهذا الشباب شباب صغير معناها عرف تقريبا في زمن معناها الثورة تقريبا عمره عشر سنوات أو اثنان سنة الآن وجدناه ينادي بكشف الحقيقة عن شكري بالعيد والقيهز السري هذا الذي كشف منذ سنتين والأبحاث الجارية بالرغم من أن القضاء كان متواطعا في البعض منه في البعض من المكاتب التي حققت في هذا الموضوع ولكن والحمد لله تتمكن من معناها تجاوز العديد من الصعوبات وخاصة اللجنة الدفاع عننا شكري بالعيد يعني ويربما هذا ما يمكنني الآن إلى هذا العاجل واستبيان الحقيقة واعتذر منك على المقاطعة هيئة المحامين الآن تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير بقضية اختيال بالعيد تعليقك نعم حملتهم لأنها كانت نهضة في صدت الحكم ولم تخرج منها منذ عشر سنوات وهي الآن تناور بما لديها من بعض القضاة الذين هم محسوبون عنها كما يقال قضاء البحيرية هم محسوبون عليها فحاولوا كل ما معناها جهدهم أن يطمسوا العديد الحقائق وكما شفتم معناها مصطفى خذ القضية وكانت متروكة في أحدى مكاتب التحقيق ثم ظهرت إلى العيان بمجهود الفريق الدفاع وحاولوا وهذه الحكومات المتعاقبة لم تعار اهتماما كبيرا وحاولت في حد ذاتها أن تطفي أهاتي الشمعة وتتجاوز وأن يقضى في هذه القضية معناها سداح مداح معناها بأي طريقة كما كان ويغلق هذا الملف لكن هذا الملف لم يغلق وأعيد أحياءه من جديد حتى في المسار القضائي وهذه القضية كما نعلم تم جلب الملفات هذه استجلاب الملفات من تونس من محكمة قضاء معناها تحقيق تونسية إلى محكمة أخرى معناها في ضحية تونس وهي أريانا والبحث جالي الآن في العديد فروع هذه القضية في خصوص الأسلحة في خصوص ما استعمله القذقاذي والجماعة ومن مولى خاصة بعد أن الآن أصبح كل الناس تعرف أن هذه القضية ومن قتل وشكري بعيد لم يكن مفرد شخصين هناك أطراف متعددة وكان أبو عياذ في حمام الأم في ضحية تونس اجتمع قبل ليلتين من قتل ليلة الشهيد شكري بالعيد وخطته ثم هناك من مولى والآن البحث معناها جاري في خصوص هذه القضايا وكشفت معناها الجهاز السري بعدما هناك الغرفة السوداء تم الكشف عن الوثائق وهذه الوثائق دلت دلالة واضحة بأن هناك خيط معناها يمتد إلى معناها مجموعة معناها في الحكم أنا ذاك منذ معناها كان وزارة الداخلية تحت معناها إشراف النهضة والجماعة المرشد الجماعة رجل الغنوشي وبالتالي نعتقد أن رغم عن مرور هذا الوقت ورغم عن عشر سنة ثمانية سنوات التي مرت لكن أعتقد أن ماشيين في الطريق الصحيح وستكشف في ربما الأشهر القادمة لا نقول الأسبوع القادمة هذه الحقائق التي ستكون حقائق دامغة وحقائق معناها مدوية بالنسبة إلى من خططها وخاصة النهضة وحلفائها طيب يعني حضرتك محامي أستاذ عبد الستار قانونيا الآن داخل تونس ربما الأمر معقد جدا خاصا وأنه قد مر هذا الوقت الطويل هل تمتلكون أدلة دامغة بالفعل تستطيعون تحريك الملف بها حتى وإن لم تلجأوا للقضاء الآن التونسي ربما تدويل القضية لأنه اغتيال الرأي العام واغتيال الصوت الشارع بالتالي كيف يمكن التحريك والضغط بهذا الاتجاه لا هو الضغط تم بوسط لجنة التي اشتغلت منذ 2018 وأعتقد أن الوثيق التي تحوزت بها ودفعت بها أمام الرأي العام والضغط الرأي العام داخليا ثم أن القضاء كذلك هناك قضاء شرفاء تمكنوا من البحث في هذا الملف واذكروا خاصة من التحقيق في قطب الإرهاب الذي تحول إلى وزارة الداخلية بيتم طميمها وفتح تلك الغرفة السوداء ووجد بها وثيق ثم هذه الوثيق دلت على أن هناك أخطبوط موجود الآن شكرا بالعيد وبالتالي نعتقد أن القضاء التونسي كفيل الآن كفيل بأنه على المسار الصحيح لفك هذا اللغز أعتذر على المقاطعة شكرا جزيلا من تونس كنت معنا أستاذ عبدالستار المسعودي المحامي والناشط السياسي شكرا لك وجه طلاب جامعة بوغزيتشي التركية رسالة غاضبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تصريحاته الأخيرة التي استهدفت الطلاب ووصفتهم بالإرهابيين سعيا لبسط نفوذه على جامعة بوغزيتشي أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء كليتين جنيدتين في الجامعة التي هزتها أسابيع من الاحتجاجات منتقد القرار أشاروا إلى أن إنشاء كليات جديدة سيسمح لرئيس الجامعة مليح بولو المعين من قبل أردوغان بتوظيف موالين للحكومة مجموعات طلابية شاركت في الاحتجاجات الأخيرة ضد تعيين بولو رئيسا للجامعة غردت ضد القرار الجديد وصفة إياه بمحاولة احتلال للحريات الأكاديمية وكانت الأسابيع الماضية شهدت احتجاجات طلابية واسعة ضد تعيين بولو المقرب من حزب أردوغان الحاكم وطلب المتظاهرون بإجراء انتخابات ديمقراطية حيث يمكن لجميع الدوائر الجامعية المشاركة فيها لتحديد رئيس الجامعة لتقوم بعدها السلطات التركية باعتقال مئات المتظاهرين في الجامعة وخلال احتجاجات تضامنية في أماكن أخرى وبينما اعتبرت أنقرة أن الاحتجاجات الطلابية مدعومة من جماعات إرهابية إلى جانب وصف الرئيس التركي للطلاب المحتاجين بالإرهابيين أدان مسؤولون أمميون وأمريكيون وأوروبيون تعامل السلطات التركية مع الاحتجاجات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ندد بالإجراءات التركية ضد الاحتجاجات كما انتقد مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا رد الحكومة التركية على تلك الاحتجاجات داخليا أصدر رؤساء خمس وثلاثين نقابة للمحامين في جميع أنحاء تركيا بيان مشتركا يدين عنف الشرطة ضد الطلاب وأشر البيان إلى أن التدخلات ضد الطلاب الذين يستخدمون حقهم الديمقراطي في الاحتجاج لا مكان لها في دولة القانون الديمقراطية الأخبار من الحدف الجيش الليبي يرحب بالسلطة التنفيذية الجديدة ويعيدوا بمساعدتها وتسهيل مهامها حتى انتخابات ديسمبر تظاهرات حاشدة في تونس في ذكرى اغتيال بالعيد شكرا لكم اشتركوا في القناة